احنا بقى انا مثلا بتاع شهرين بنتلع مع بعض ااخد شهرين تحديدا يعني احنا نتلع مع بعض من زمالك بس ااخد شهرين تحديدا بس الك اول سؤال عن فتوح طبعا فانا مش هواية للعدد ده الفهرس صحيح ده الفهرس مرافو عليك فتوح هيجدد ولا مش هيجدد طيب حتى السؤال لفس الصيغة اه انا كنت قلتلك قبل كده ان الموضوع ما تقفلش في الزمالك بنسبة 100% طبعا احد الوسطاء بالمناسبة هو شخص لم يتولى قبل كده اي منصب في نادي الزمالك يعني مش الاسماء اللي بتتقال في وسائل اعمش الاسماء مدوح عباس مش الاسماء مدوح عباس ولا استاذ عمر الجنائي شخص ثالث احد محبين نادي الزمالك حاول ان هو يقرب وجهة النظر ما بين فتوح وما بين ادارة نادي الزمالك وبالفعل يعني وصل لاتفاق مبدأي كده مع فتوح ان فتوح يستمر في نادي الزمالك الرغبة في ايه كريم الرغبة في ان الزمالك عايز يحسب الملف ده خلال الاسبوعين الجايين لان فتوح هينضم المعسكر منتخب مصري في كاس الأمم الأفريقية في توريا هيدمه وبالتالي اللاعب مش موجود معاك شهر يناير كله انت لو سبت فتوح يسافر ومجددش مع الزمالك وانت كده خلاص شكرا فتوح ملفه انتهى مع نادي الزمالك وبالتالي الناس اللي دخلين في الموضوع الوسطاء بيحاولوا بكل الطرق ان هم يخلصوا الملف ده خلال الاسبوعين الجايين وانت شكل كبير جدا ممكن الملف يتحسم لانه هم في الزمالك عايزين يخلصوا الملف ده قبل شهر يناير قبل فتوح تحديدا ما يسافر مع منتخب مصري في يعني اقتراب كده في وجهة النظر حصل اه ده حصل وفي اكتر من ملف كمان الوسط ده بيحاول يخلص على رأسهم طبعا ملف فتوح لان فتوح في ناس جوه مجلس القدارة رافضين ده يعني رافضين فكرة التجديد لا خلاص الموقف مع اللعبة اتقفل يا جماعة والناس تمر لكن الوسط ده على تواصل مباشر مع كابتن حسين لبيب وهم الاتنين اللي بيديروا ملف تجديد احمد فتوح وربما يعني خلال الاسبوعين ده ممكن يكون في الفراجة بشكل رسمي يعني ممتاز طيب